اهلا بحضراتكم في الفيديو الخاص بالسوفتوير والهاردوير انبنتوري احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل كده وقلنا ان دول من اهم الفيتشورز الموجودين عندنا في System Center Configuration Manager 2007 وزي ما حضراتكم شايفين احنا لسه على السيرفر بتاعنا اللي هو SCCM01 احنا دلوقتي هنفتح ال Configuration Manager Console وزي ما حضراتكم شايفين هو بياخد وقت طب دوت راجع لي ايه؟ ده راجع لي حاجة بسيطة جدا هو ان System Center Configuration Manager 2007 مبني توتالي على ال Data Base اللي موجودة في SQL Server 2005 اللي احنا شاورنا عليها اسناء ال Installation حتى ال Configuration Manager Console نفسه ما نقدرش ان احنا نفتحه زي ما حضراتكم شايفين الا لما تكون ال Connection ما بينه ما بين SQL Server Consistent لو في اي مشكلة مع ال Data Base ال Console نفسه مش هيتفتح تمام؟ وده السبب اللي بيخلي بياخد الوقت فويل اللي حضراتكم شايفينه معايا دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نشوف ال Inventory اللي احنا قدرنا نجيبه سواء كان Software Inventory او Hardware Inventory بتاع اي Client فالدوت اصلا احنا هنقدر نجيبه منين زي ما حضراتكم متذاكرين من الفيديو اللي فات لما كنا نعمل Installation لل Agent على ال Client Computers ال Agent دوت فيه Components احد ال Components داية هي Software Inventory او Hardware Inventory طيب لو انا دخلت داخلتي وقفت على الجهاز اللي انا عايز اشوف ال Resources بتاعته اقدر ان انا اعمل Right Click وادوس على Start هلاقي كل ال Options اللي قدام حضراتكم داية مابودة عندي بالنسبة لينا حاليا احنا نخش في ال Resources Viewer طبعا هو بيجيب ال Data اللي حصل لها Collection دلوقتي واللي هي Stored Already على ال Database SQL حضراتكم زي ما شايفين معاي احنا في عندنا ال Hardware وال Hardware History و Software طيب و ايه الفرق ما بين ال Hardware وال Hardware History بالنسبة لل Hardware هو دا الحاجة اللي موجودة دلوقتي ك Components في ال Hardware لكن ال Hardware History دي الحاجة اللي كانت موجودة قبل كده وحصل لها تغيير وبالتالي لو حصل اي تغيير عندي في ال Hardware Configuration سيكون عندي علم ك Configuration Manager Administrator طبعا احنا دلوقتي وقفين على Resource Explorer بتاع جهاز XP01 وزي ما حضركم شايفين لو انا دخلت على Add Remove Programs هادر اعرف ايه هي ال Programs اللي قريدي انستولد على الجهاز داوة و ال Installation Date و Package ID و More Information كمان مثلا احنا دلوقتي عندنا هؤل Update for XP01 و كان عندنا فوق في Service Pack 2 لو رحنا على Logical Disk هنلاقي عندنا Partitions اللي موجودة جهو الجهاز احنا هنا بنتكلم على Logical Partitions أو Volumes مش بنتكلم على Physical Disk اوكي فهنلاقي عندنا على سبيل المثال في Partition C دوت Partition عادي لعديل System وهو فوقات بتاع NTFS هنلاقي عندنا ال D ودوت CD ROM والA طبعا اللي هو اللي هو اللي هو ولو رحنا للميموري هنلاقي عندنا معلومات مهمة مثل TotalBidgingFile.de والTotalPhysicalMemory.de طبعا الجهاز ذوت هو جهاز Virtual Installed علي Operating System XP علشان كده انا اسنائي ال Installation ادلو 128Mb of RAM علشان خاطر اللاب بتاعنا فيه عندنا طبعا في التريد تعتنا Components كتيرة في الهارد ويري الموجودة على الجهاز ذوت منها طبعا Crude Network هنلاقي عندنا Crude Network كتيرة بس واحد منهم هو بس اللي احنا بنشتغل به بالنظرة لان Crude كتيرة دي سببها ان الجهاز ذوت Virtual Machine ال IP Address ظاهر عند حضراتكم هو 10.0.0.4 فيه عندنا كمان ال Processor طبعا انا احب بس اضيف معلومة لحضراتكم ان انا عندي في اي System فيه اربعة Subsystems مهمين جدا همه كارت النتورك ال Processor ال Physical Memory وال Hard Disk دول اللي بتوقف عليهم اداء اي System عندي في النتورك بتاعدي لو سبنا الهارد وير وروحنا الهارد وير هستري هنلاقي اني طبعا علشان اللاب بتاعنا مدته صغيرة ما عنديش اي حاجة في الهارد وير هستري لكن لو حضراتكم جهاز في ال Working Environment هتلاقوا اكيد فيه معلومات كتيرة في الهارد وير هستري لو راحنا لل Safe Tour هنلاقي ان احنا فيه عندنا اربع حاجات بالنسبة للنقطة الاولانية وهي ال Collected Files طبعا انا اثناء ما كنت بعمل ال Configuration بتاعت Client Agent انا ما خلتهوش يجيب لي اي ملفات من على ال Clients بتوعي ولذلك احنا نلاقيها فاضية عندنا في Explorer بتاع Resources انا بوري لحضراتكم اهو اني انا عندي في ال Client Agent بتاع Software Inventory انا مش معلم على حاجة في الجزئية بتاعت ال Collected Files Files Collections مثل ما حضركم شايفين هي فاضية ولو حضركم في الكرين انا ممكن انا اجيب ملف بعينه يقدر ال Configuration Manager انه هو يعمل له collection من على كل السيستمز بتاعتي لو راحنا لل File Details هنلاقي هنا list tab كل الفائلز اللي انستول زي ما احنا شوفنا نشوها في ال Agent اللي هي Extensions beta.exe بالنسبة لل Last Software Scan زي ما حضركم شايفين معي التاريخ ورايب طبعا بعد كده عندي اخر جزئية في Software Inventory هي بعض المعلومات عن ال Vendors بتوع السوفتوير اللي انستولد على السيستم دا طبعا حضركم هتلاقوا فيها كمية معلومات كتيرة جدا عن اي سوفتوير Vendor وبكده يبقى احنا شوفنا الجهاز XP01 لو راحنا ووقفنا دلوقتي على جهاز تاني على سبيل المثال DC01 هنلاقي طبعا معلومات مختلفة نظرا لان النوعية بتاعت ال 2 operating systems مختلفة الاولاني هو طبعا جهاز Client XP والتاني هو جهاز Windows Server F3 Domain Controller للدومين الVirtual بتاعنا الاسمه eachbyte.lab ترجمة نانسي قنقر اشترك أن اضعنا انشاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا عمل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر